كيف تحول الحجاب من رمز للعفة إلى رمز للاستبداد والاستعباد ما الذي حصده المسلمون بعد ربع قرن من النجاح بفرض الحجاب السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته الحجاب هو العورة وليس المرأة كان التعبير الشائع على مدى مئات السنين هو أن المرأة عورة لكن الحقيقة كما اتضحت بعد سنوات الصحبة الإسلامية بأن الحجاب هو العورة هو الذي ينفي إنسانية الإنسان مرأة كان أو رجلا ويحاول أن يعور أو يجعل الجسد والروح الإنسانية التي تعبر عن هذا الجسد مسألة عورة ولكن هذا الذي حصل هو العورة بحد ذاته كان الحجاب كما أعرف أو كما أعتقد أو كما حصل بالفعل هو أفضل طريقة أو أفضل وسيلة لاستعباد رجال الدين للمجتمع ورجال المنسان كان هذا الحجاب هو أحد رموز نفوذ وانتشار سلطة رجال الدين بعد أن نجحوا في هذه العملية بفعل كثير من المؤامرات والتحالفات مع قوى كونية أو قوى كبرى أو قوى محلية ما الذي حصدناه بعد ربع قرن أو ثلاثين عاما أو منذ السبعينات تقريبا حتى يومنا هذا من هذا الحجاب النتيجة كانت غريبة جدا لم تقر المرأة في بيتها وفقا لعبارة أو آية وقرن في بيوتك لكن المرأة بالنهاية تمردت على هذا الحال ووضعت الحجاب على رأسها وخرجت حيث ما شاءت دخلت في كل مكان ارتدت الملابس التي تهوى التي ترغب بألاقة جديدة تلبس البلابس المثيرة تضع المكياج المثير وتلبس الحجاب الذي يريده منها رجال الدين المرأة التي تريد أن تشوق طريقها في الحياة والعمل دخلت في كل مكان لم تترك مكانا لم تدخله وكان جواز السفر هو الحجاب الذي كانت النوايا هي أن هذا الحجاب يجعلها تقر في بيتها هذه المرأة أيضا في السنوات الأخيرة بدأت تكشف عن تمردها على هذا القانون أو هذه الفريضة اللا فريضة أو هذه التقليعة الدينية التي لا سابقة لها ولم يكن لها أي معنى حتى في تاريخ الدين نفسه لكن رجال الدين خلقوه وصنعوه لكي يعبروا به عن سطوتهم وعن فشلهم أيضا في تقديم أي حلول حقيقية للناس قدموا لهم حل واحد يدعوا فيه بأن هذا الحل هو يسر عفة الناس ويحافظ على أخلاق الناس وبالحقيقة أفسد الناس ونشر الرذائل بأنواعها بالأكس هذا بعض الناس أتبروا الحجاب وسيلة للمرور بشكل حسن كما أشرعت أو بشكل سيء كما تبين من بعض الأفراد أيضا معنا بالنهاية لم يقدم الأجاب السيئا إلا طريقة جديدة للتمرد وطريقة جديدة للعمل وانفتاح على الحياة وأيضا طريقة جديدة للنفاق والكذب والدجر المفارقة أن هذا الدين الذي يدعي بأنه جاء أو هو هذا الحل الذي سيحول الناس من حال إلى حال آخر هذا الدين نفسه أصبح يتستر خلف هذا الهجاب ووضع هذا الهجاب أمامه في النهاية بعد أن فشل في كل جانب من جوانب الحياة كل الفرص أتيحت له استلم حكومات استلم دول حرك شعوب أخرج تظاهرات اختال تآمر فعل كل شيء بعدا بالنهاية لم يتبقى له سواء الحجاب أصبح الموئر الأخير لهذا الدين هو الحجاب الذي تضعه المرأة على رأسها وهذه مفارقة وتدل على مدى صغر حجم مشروع الإسلام السياسي بشكل عام ولو أنا أترضى على فكرة الإسلام السياسي لأن لا وجود الإسلام السياسي إن وجد إسلام سياسي فهل هناك إسلام غير سياسي؟ هذا كلام لا أفهمه ليقول لأحدهم أن هناك إسلام غير سياسي حتى أصدق بوجود إسلام سياسي على كل حال الآن أشوف المرأة خرجت وتمردت على هذا الحجاب وأن هذه المرأة باتت تستطيع أن تقول لجميع أن هذا الحجاب الذي وضعته على رأسي لم يعد يمثلني ولم يعود تقنعني ولم يعود أجابا الهدف منه عفتي وحمايتي بل على العكس كان الهدف منه هو التحقيري وإهانتي وإهانة الرجل الذي أطمح لأن أعيش معه أو أتعامل معه بشكل طبيعي ويتعامل معي بشكل طبيعي وإنساني رفيع المستوى وليس بصفتي عورة ويجب أن يتم إخفاءها عن العامة أو عن الجميع إلا من هو محلل ويجعلوني مجرد جسد يلد الأبناء والقرابين التي يضحي بها رجال الدين في حروبهم التي لا تنتهي المحصلة أن الناس عرفت أن الحجاب لا علاقة له بالأفاة أطلاقا كما قلت أيضا أن هذا الحجاب ليس فيه أي مؤشر إلى عدالة أو عدل وأنصاف مجرد هو محجة لسيطرة رجال الدين على المجتمع واعتقاله واختطافه أما فكرة أن هذا الحجاب يفتن الرجل ويجعله يخرج عن طوره فهذه حجة مردودة وسخيفة وإهانة للرجل بل أنها تجعل من هذا العجاب وصمة عار للرجل كيف أنت أنا رجل أحترم نفسي كيف حتى لو كانت عارية كيف لي أن أتحرش بهذا المرأة العفة مفهوم الأفة النفس مفهوم غلط العفة أن تتعفف عن ما هو متاح لك يعني حتى مفهوم الأفة قلبوه وحرفوه وناقضوه وجعلوه عكس ما معناها الواضح الجلي الذي لا يقبل الجدل العفة أن تتعفف أن لا تلمس شيئا متاح لك بسهولة فبالتالي حتى نربي رجالنا ونساءنا على العفة أن نعرض عليهم كل شيء نجعل كل شيء أمامهم متاحا والعفة وحدها هيئة تجعلهم في منأة عن السقوط في أي شيء سيء لكن ماذا حصل من قبل رجال الدين جعلوا من الأفة مسألة لها علاقة بالهجاب وهذا يكشف حقيقة هذا رجال الدين هي أن هؤلاء لا يؤمنون بالإنسان لا يؤمنون بالمرأة ولا يؤمنون بالرجل ولا يؤمنون بأي أحد هم يحاولون دائما أن يحجرون على الناس ويضيقون عليهم يرون بأن هؤلاء غير الجديرين بالثقة وأيضا لا أمل في إصلاحهم الحل الوحيد هو في تحجيبهم توريطهم بعشرات الفرائض قهرهم إذلالهم جعلهم يمتثلون لكل أمر يطلقه رجل الدين يقبلون يديه بل ويعبدون هو هذا الحاصل فعلا وإن لم يقل شفاها لكن بالحقيقة الناس تعبد رجال الدين لماذا ليس لأنهم يريدون عبادتهم بل لأنهم ولدوا وسيموتون منذ اللحظة الأولى في منطقة يسيطر عليها رجل الدين رجل الدين موجود في كل شارع وكل زقاق وكل حارة مجرد أن يولد الطفل يجد رجل الدين على بعد خمسين مئة متر عنه هذا لا أعتقد أحد يقول أنه لم يولد بعيدا عن أنظارهم وعن مراقبتهم وعن إشرافهم وعن وصايتهم وإمكانية تكفيرهم لكل من يحاول أن يخرج عن طوائهم هذه هي الحقيقة خلونا أن يحصل صراحة رجل الدين مهيم على الشارع هو مختطف المجتمع بل مختطف الرسول نفسه مختطف القرآن نفسه مختطف الله نفسه ويجعل الله نفسه يعمل في صالحه هذه الحقيقة ليس يكذب على نفسه من هو شجاع خبر يقولها لو كان رجل الدين صادق كان يفرض العفة على الناس وليس يفرض الحجاب ولا يلبس اللساء الحجاب يفرض العفة على الجميع ولكن هذه العملية مكلفة العفة الحقيقية بمعنى الحقيقي العفة التعفف من ارتكاب المبقات والسيئات هذه العفة الحقيقية لكن لاها يتخسرها هواية ميريته بالتالي هذا الحجاب هو الحصن الأخير الذي تبقى في رجال الدين بعد أن فضحت كل أوراقهم وكشفت أصبح حجاب رمز للإسلام الصحوي الإسلام الشيعي الإسلام السني أصبح الدين بأكمل عبارة على المظاهر والتظاهر مجرد إعلان منافق والنفاق جزء من الدين بالمناسبة الدين لا يطلب الإيمان لا يوجد الدين يقوم عن طريق الإيمان الإيمان لا يشكل جماعة الإيمان يدمر أي جماعة الامتثال هو الذي يكون الجماعة الامتثال والاستعباد والإهانة وتوبيخ الناس وتحويل المؤمنين إلى المطيعين أو جعل كلمة المؤمن تعني المطيع هذا كله هو ليشكل الدين الحقيقي الذي نحن متورطون فيه وهذا الدين هو الذي حيمن على مجتمعاتنا بعد أن فشل كل أنواع الحكم القومية واليسارية والليبرالية والملكية وما إلى ذلك والأثمانية كلها فشلت وشرحت الموضوع في هذا الفيديو الخاص بموضوع القوميين والإسلاميين من صدام حسيني إلى عبد الناصر ممكن تشوفونا بقناتي الخاصة الآن تبقى هذا النموذج الإسلامي وهذا أيضا أثبت الواقع بأنه لا جدوى منه بل دمر ما تبقى منا وسحقه تماما وعبرت على هذه المسألة في حلقة الأخيرة عن موضوع أنه نختار الحلول السهلة ودائما نخشى مواجهة أنفسنا ولا نحاول أن ندخل في مواجهات خطرة ونغامر ونكون على قدر كبير من الشجاعة في تصدي إلى أي مشكلة والتصدي إلى أي موضوع ما نخاف فلنخسر كل شيء نخسر الماضي نخسر طلاتنا نخسر تقاليدنا نقص فيه المهم نخرج من هذا الحال السيء الذي نحن فيه جميعا نخرج من تحويل الدين إلى مادة للتلاعب بالتلاعب الدول العظمى هذه هي الحقيقة ورجل الدين أصبح شخص مشبوه كما قلت أكثر مرة أصبح هذا الدين بيكمل العبارة عن شيء مشبوه يستخدمه كل طامح وسياسي يحاول أن يصعد على أكثر في الناس كل من يريد السيطرة على الناس يأتي يلعب بورقة الدين كل من يريد أن يستغفرهم والطريقة سهلة أجعل كل اللي تقوله مقدس وانتهى أصبحت الآن أنت مقدس وعلى رأسك ريشة إلهية ولا أحد يتحدث معك والناس ستسجد لك وتطيعك هذا إهانة للإنسان من يفعل هذا بعد الآن سيحاسبه التاريخ وعلي أن يحجل من نفسه عموما الناس بدأت تكتشف أو اكتشفت تماما الحقيقة والآن الناس بدأت تحاول الخلاص من هذا من هذا الخانق الذي وقعت فيه أو هاي المصيدة التي وقعت فيها هاي المصيدة اللي انتهكت حقوقهم وحرياتهم القاصة وباتت تتدخل في أدق تفاصيل حياتهم الناس جميعا عرفوا أن هذا الحجاب هو رمز لهيمنة دينية كاملة كان هدف منه إذلال كل إنسان رجلا أو أمرأة وأطعن في إخلاقياته وشرفه وأطعن حتى في إنت أمام نفسك إنسان في هذه الحلقة عراضت هذا الموضوع وفصلت به قلت فيه بأن الحجاب هو وسمة عار للرجال وليس النساء فقط وأنه ليس فريضة دينية أتمنى أن تشاهدوا التفاصيل هذه الحلقة هذا الشيء هو اللي جعل النساء سواء عن وعي أو بدون وعي إلى استخدام الأجاب نفسه وتحويله من رمز إلى استعباد المرأة وابقاء المرأة داخل البيت إلى رمز للخروج والانفتاح على العالم بأكمله وهذا الموضوع تناولته الكاتبة المصرية ليلى أحمد في كتابها المرأة والجنوسة وقالت إن الحجاب ممكن أن يكون استراتيجية للتصدي للهيمنة الذكورية أما هالا شكر الله فقالت أيضا بأن يبدو أن الحجاب أدى لأن تتحمل المرأة مسؤولية تمثل القيمة التقليدية بشكل رمزي أكثر من الرجال وكأن الرجال ليس مسؤولين عن هذا الموضوع كذلك قالت بأن هذا الحجاب جعل المرأة قدرة على أن تمتلك نوع من الحرية في العمل خارج المنزل فيما أصبح موضوع الهجاب بالنسبة لنساء إيران هذا أنا يؤكدنا بأن موضوع الهجاب أصبح موضوع مركزي وأساسي وشعار سيرفعه جميع كما أعتقد في المستقبل لإسقاط كل استبداد ديني أو غير ديني أو سياسي وأنا واثق من هذه المسألة وأتمنى أن يدرك رجال الدين وكل من يتحمس للحجاب أنه سيحاسب قريبا على هذا التوظيف لمسألة الحجاب لإستغلال الناس وأيضا للتملق لرجال الدين وسطوتهم من يساعد على استمرار هذا الوهم فعليه أن يعرف بأنه سيحاسب مستقبلا وأن الموضوع لا علاقة له لا بأفة ولا غير أفة الآن الجسد أصبح جسد المرأة مكشوف لم يعود هناك أسرار في الحياة كل شيء مكشوف المرأة معروفة أبعاد جسدها كانت مسألة غامضة فالآن انتهى الموضوع حتى الطفل الآن يعرف أبعاد جسد المرأة وحتى أعضاءها الصغيرة والكبيرة فما عادت أكون مشكلة بالعكس الرجل الآن هو أحيانا يقولون جسديا هو أكثر فتنة من جسد المرأة والمرأة بعض الناس يقولون المرأة جسدها مفتئ فاتن للآخرين أكثر من جسد الرجل وحتى لا افترض أنه أكون فتنة شنو مشكلة يعني أنا عندي بنت مثلا أنا بنتي أو أختي كيف تتزوجها ذا ما تسوي فتنة وسوي أغراؤها هذا كلام سخيف وطافي يعني أنا لدي بنتي دعا ما متزوجها كيف تتزوج إذا كانت هي ملفلفة يعني كيف الناس تشوفها كيف الناس تعرفها كيف تأجب الشاب يأجب بيها وتتوفر فرصة كريمة لطيفة بيناتهم يلتقون ويتحابون وينتهي الموضوع الفتنة بالعكس يعني هذا ده هي الفتنة حتى على الله هو خلق هاي الفتنة الشهوة وتديجي تغرقها هي موجودة بطبيعة الإنسان وحتى لو افترضنا أن الله هي هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق معها كل هاي الفتن والإغراءات وما إلى ذلك فهل كان الله لا يعرف ماذا يفعل ويأتي الرجل الدين يعلمه كيف يتصرف على كل حال أترك الأمر لكم وشكرا جزيلا على المتابعة متابعة ومعشرة